المتتبعي قناة نفس بريس مرحبا بكم في هذا اللقاء الصحفي وفي هذا اللقاء الخاص الذي نصيدفه فيه السي محمد العلاوي الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة الدار وضاء أسطات المناسبة هو الجدل الالكين حاليا حول النظام الأساسي لموظفي رجال التعليم قبل ما تصادق الحكومة على النظام الأساسي كان البعض يعتقدوا أنه سيكون فرصة بالأجل لا يكون احتقان الشماعي وبأنه سيكون ودوء واحد السلم الشماعي في القطاع المتير لجدل ولكن ما حصلت من مصرد ما صادقت الحكومة على النظام الأساسي خرجت وقفات احتجاجية وقدر إدراب وقدر تهديد بإدراب ووقفات احتجاجية أخرى مستقبلا من أجل ملاقش هذه القضية كما قلت نستضيفه سي محمد العلوي سي محمد العلوي مرحبا بك بارك الله وفيك شكرا على الاستضافة سي العلوي كان مفروض فاشي خرج نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يكون واحد السلم الشماعي ومدون طارقه في إصلاح التعليم بشكل حقيقي لكن العكس هو الذي وقعه بمجرد ما يعني ساتقاد الحكومة على النظام الأساسي طارت تائرة التنسيقيات وكين احتجاجات وكين وقافات احتجاجية وكين يعني تهديد أيضا بشن إدراب يعني على شو قاعد المشكلة هنا وبداية بالنسبة لنا نحن كنساء ورجال التعليم وأنا أفرض منهم لأنني لازلت أمارس أنا معجبنيش هاد المسألة هذه معجبتنيش لأننا خصي يكون واحد السلم اجتماعي وبداية المساهم الدراسي إذن من اللي غادي نجيو كالنقابات تفاوض وهي اللي كتجلس مع الحكومة وبين دي ما كنقول وبين عارضتين أكثر تمثيلية والرأي العام أو جميع النقابات الأخرى ما عرفش عشان هو واقع هاد المسيقيات هاد هي جرع واحد المجموعة دي الاختلالات اللي في التفاوض لم تحسين يعني هاد النقابات بالنسبة لي كانت تفاوض على هذه النقابات التي يرى عندها النساء ورجال التعليم تأيض معها اللي غادي نشوفوا النقابات الأخرى ما عندها تمثيلية نتفقين ولكن عندها وجود والوجود ديالها عندها واحد فئة عارض ضد النساء ورجال التعليم ما يهمهم ما يخصهم ما يعنيهم يعني الجميع إذن نحن في التحق ما كنقسموش رجل التعليم ما كنجوش ونقسمو رجل التعليم إلا قسمناه كين فراغ ومن اللي يكون الفراغ يكونوا مشاكين وكي محن نشاء أخرى تقول ما يبكيش أن الوزارة وليل الحكومة تبقى مع جميع النقابات وجميع التنسيقيات لأنه أولا عدد ديالك كثير وثانيا لأنه خاصة المفاوضات تكون معنى النقابات التي يعني أكثر تمثيلية حصلت على واحد العدد كثير ديال ما زيال ما زيال أترى فيما يوقع نحن ندخلوا في هذه المسألات وما نلعونهم أنهم جابوا أكثر تمثيلية بطريقة أو بأخرى نحن نفهمه عارفينه ولكن نحن بالنسبة أن أي نقابة نقابة هي بالنسبة أن نحن هي كفريق مكتمل نحن معها ما لدينا شي شكل وكان على النقابات تجالس تدير مؤتمر صحفي وتجالس جميع النقابات نحن لا نبركوش مع الحكومة ولكن نعطيها الملفات التي هي كتعة عواصف أو رافيق أو كما يتسمى لأننا نحن في الساحق نحن كنا نشتغل في الساحق نحن لم نجد أكثر تمتيلية لأن يدوروا فيه ما زيال لكن لا يجب إقصائنا لا بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة للجهة المعنية التي هي القطاع للوزارة التربية الوطنية ولا حتى الفرقة الاجتماعية لأننا كنا فريق واحد جسدون واحد بعض النقابات التي تسمى للمركزية النقابات الأكثر تمتيلية تم تقولوا بأن وتفاشئوا بالسرعة على المصادقات على النظام الأساسي لأن تقولوا بجموعة من المقترحات لم تأخذ بعيدا باللاته بالنسبة لي أنا كان فاوض القطاع وكان فاوض الحكومة في نفس الآن مزيان أنا ممتل كان أقابة في الحكومة عندي وحد وحد الأسلوب اللي كان ضغط به أنا في الحكومة كنا نأخذ القرار وأنا نقابة تابعة لواحد الفارق مم مزيان حزبي إذن من لي ما كان مكن ستاطعش كنقابة وعندي اللي غاليدة فعالية في الحكومة مزيان وما غاليش نقدر نوصل النتيجة ديالي باش اللبي المطالب ديال النساء فئة عريضة من النساء ورجال التعليم واللي دامت من الفين من الفين وعشرة تقريبا من اللي جت الحكومة ديال بن كيران وحنا غادين غادين في نفس المشاكين أقبل منها كين بعض الميل فات اللي بقى تبقى متحلتش إلى يومين هذا لا تحل المسألة بحل الميل في ديال الضحايا تسلمين سبعة وثمانية ربقي ما تفكش كامل من اللي بغينا نفكوه اللي هو ديال ديال ثمانية سنوات وديال نحيده من من تقاعد ديال لكن نحيده واحد من نسبة هذا أدى إلى بعد جميل في أساتي هذا التعاقود 13 دبال اللي خرجت على بزاف ديال كل واحد يدلو يدلوه لأن هاد الناس هادو ما خرجوش عبة للساحة إذن كينشي حواج اللي هما كانت تخصوم يتخذوا على الاعتبار إذن في التفاوض علش نسينا هادة 13 تنسيقية إذن هادة 13 تنسيقية هادة 13 تنسيقية وهادة 13 تنسيقية كان على النقابات الأكثر تمتيدية تدرسها مزيان وتشوف وما تخليش لعيب لأنه دام التفاوض دامها سنتين وفي خلال سنتين لو أننا نرجعنا للنقابات اللي هي وخمة شيء أكثر تمتيدية وتعطينا على الأقل لأنها ممكنش أننا كل شيء نعرفوه نقدر نعطي شيء اللي أنت ما عارفهاش متفقد ونتكامله والله يعونك إليك أكثر تمتيلية والساحة التي يتبهرها فيها الإنسان إذا أنت بالنسبة لك ما تتواخد الحكومة تتواخد النقابات التي شاركت المفاوضات مع الحكومة؟ ما الذي يرسم؟ ما الذي يخطأ؟ ما الذي لا يصل إلى النتيجة المروفة بطريقة أو بأخرى وما النقابات نحن نحمل المسؤولية النقابات الأكثر تمتيلية فقط لأن هذه التنسيقية لو أنها كانت عندها نقابة جادة وكتشوف بأنها كتتناظوا من أجل الملفات هذه العارضة لا يكونوا التنسيقيات لأن النقابة بالنسبة لي أنا هي الملاد الوحيد بالنسبة لذلك رجل التعليم أنه يحتمي الذي يدفع لي عن الحقوق والواجبات تقول بأن التنسيقيات والناس الذين يخرجون بغضبين من النظام الأساسي يعني المطالب لهم مطالب التي تقعون الخبز ومطالب خبز ولكن ما هي إصلاحة التعليم في هذا الجدل الذي يكون حالياً؟ نرى القضية من أجل الخبز وهو كنت ترى بالحكومة هذه الظروف الأخيرة من جاءت الحكومة من أجل النوش التي تنافت حكومياً فيها الاستقلاليين وفيها الأسرة والمعاصرة وفيها حزب الأحرار كنت تسنوا على أنها تغيير ما جاءت بالحكومة السابقة ولكن كنت تفاجعوا على أن الغلاء كين المسائل الاجتماعية تتفاقم والوضعية الموضف تتأذم وهذا نتج على ماذا؟ على أن هذا الخبز ما الذي كان يقتاني مثلاً بالنسبة لي من السوق بأحد المبلغ مالي الذي كان يشده تقريباً كل شهر بزياد ونأتي ونرى أن المستوى المائشي ارتفع إذن الحكومة ستتوازي وتواكب المشاكل التي هي اجتماعية لآنية وليس لن يكون هذا الاحتقال وليس لن يكون هذا الاحتقال وليس لن يخرج هذه التنسيقية ماذا؟ لأن ميلف يجرد الميلف ميلف النظام الأساسي الجديد هو الذي يجعل هذه المشاكل تخرج للوجود الأزمة راكينة ولكن هذه الأزمة التي انفجرت في هذا الجانب لماذا تترويج بأن هذا النظام الأساسي تعليج الموضفية وزير الطبيعة ولا يحل المشاكل الخطاعة التعليم؟ في الخطاعة المناقشة تصورنا بأن هذا النظام الأساسي هو السحرية حل المشاكل العالقة لموظفية وزارة التربية الوطنية تم الترويج هذه الصورة أنا سأقول ماذا هو فعليا يخدري حل المشاكل لا هو النظام الأساسي الذي جديد يجب أن يكون واضحاً هو حسن من الأنظمة السابقة 85 و2003 حل المشاكل حل المشاكل حل المشاكل لا 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 كاين واحد تطور نوعي من ناحية ما من ناحية أنهم فصلوا باللهيئات كاين ثلاثة التربية والتعليم تشغل لأنها تشغل في المجال التعليمي التعليمي وفي المؤسسة التعليمية والمجال الإداري ما هو إداري هذا إداري يشتغل بالموازات كي تكون واحد النوع من هذا تقني مسائل تقنية كي تحتفل التدبير وبالنسبة للإدارة كتعرف ما لها وما عليها كتعرف كيف تشتغل مع الهيئات التعليم ثم المراقبة والتقييم اللي هم المفتشين هذا مفصل ما بينها ثلاثة ديال كانوا استفلوا في السابق من اللي جمعناه في ثلاثة ديال الهيئات وبنت بأن كل واحد الستاتيو تروح لأن في السابق كانوا مثلا الملحقين ديال الاقتصاد والإدارة والملحقين الطربويين ولا واحد المساعدي الإداريين والاحد الفئة عارضة أنها ما عندهاش ولا الكتاب ونساوهم احتفظ النظام الأساسي جديد رأي ما ماذكرهمش لأنها وما عليش كنقول لك النقابات اللي هي تقريباً وخام شيء أكثر تمثيلية عندها بعض المراجع وعندها بعض الأشياء اللي هي دفوعات حتى النقابات الأكثر تمثيلية أنها كيكون عندها شمولية في الرؤية وتتعرف المشاكين التي كنات قريباً نطروها على الساحة وخدائب من خلال تدخل تتحمل المسؤولين للنقابات الأكثر تمثيلية نتو مكان منظمة الديمقراطية التعليمية يعني إيش الخطوة اللي تنتهوا باش تصحوا هذا الأعطاب اللي بانتها خلال المناقشة ديال النظام الأهزاسي احنا بالنسبة لنا ماشي نقابة أكثر تمثيلية مازيان حاديتي للعهد مازيان ماذا نفعله؟ نحن نخدمه بعقلنا ماذا نفعله؟ نحن نزلوا من كل جزء أو من كل جزء من اللي ما استطعناه أننا نكون أكثر تمثيلية ندبر الأمر آني بالنسبة للنساء والرجال التعليم التي تعرفون أنهم مشاكل تنحلوها مع القطاع مع الجهة والجهة لا تتوانى في حل المشاكل إذن هذا نريب بالنسبة لنا لعلمسؤول النظام الأساسي المسؤول النقاش هذا جزء من النظام الأساسي هذا جزء من النظام الأساسي نحن اجتمعنا مؤخرا السبت الذي فت وحاولنا أن نخرجه ببيان إذن نحن نبدو بالنسبة لهذا الوضع العام هو ما ماشي غير شافي لأنه كانت الكثير من الملفات العليقة التي تبقيتهم لا تسويتش من هذا الملف الضحايا من هذا الملف من المساعدين التقنيين والإداريين والكتاب منها مجموعة الأساتذة هي التدريس التي بالنسبة لهم يقولون مدرسة الرائض بأنها سأعطون واحد تحفيز 10 ألف درهم 10 ألف درهم تعملها جميع الأساتذة جميع المؤسسة التعليمية ليس مؤسسة الرائض لأنها نقول بحل مختبر كنختبروه كنديرو بحل أنه كنجربوه جريب لا لأنه كنديروا واحد المعيار ويتبناها القطاع الواصي ويحاول باش أنه ذاك رجول تعليم لأنه سنبدأوا اليوم نصلحوا في هذه المؤسسة الرائضة لدينا مؤسسات لا تكون مكتاملة على الصعيد الوطني إذن هناك نواة التعليم لدينا جودة التعليم ومدرسة العمومية أن الجودة تكمن سيكون كل شيء سواسي والجزء والجسم التعليمي لا يجزأ أساسي لم يصدر في الجريدة الرسمية لحد الساعة يعني غير المصادقة عليهم طالب حكومة وما ترى هنا فرصة من أجل إصلاح بعض الأعطاب وبعض الغتيلان لأنه ليس قانون منزل هذا قانون خرجته واحد القطاع معين وحكومة أنه اللي كانت تباشرة للمهام هذه نقدروا بأنه من نشوفه بأنه خاصة نكونوا بالنسبة لنا نبغي إذا كنا فعلا نقلبه على مدرسة ذات جودة خاصة نبركل الله ونشوفه نساء ورجال التعليم ونشوفه هذا الحلل اللي كانت دي الاحتقان ونحاوله نشوفه الخلل فيه ونجلس الجميع ونتصنت الجميع ونخرج بواحد رأيه شاملة ورؤية الشمولية اللي تعطينا واحد نتيجة حسنة سيل علوي شكرا جزيلا على قول الدعوة متتنبعي أنفاس بريس إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله موسيقى موسيقى